أما في جنوب البلاد تظاهر العشرات من طالبة مدارس المثنى أمام مبنى التربية في المحافظة للمطالبة بتغيير المناهج وإلغاء نظام الأحياء والتطبيق الذي أقر في الدورة الحكومية السابقة ويهدف الطلاب المحتجون إلى تغيير في المناهج ولو بشكل جزئي مبدين تدمرهم من صعوبة المناهج وتعقيدها وغياب المنهجية فيها ويره عدد كبير من الطلاب أن التغيير الأخير تسبب بارتفاع نسب الرسوب وانتقدوا الظروف التي يعيشونها في مدارسهم كان عذام الكراسي واستمرار الضرب بالعصى رغم منعه كما تطرق أيضا إلى ضرورة توفير كادر تدريسي كفوء ومدربي من أجل النهوض بالواقع التدريسي والتعليمي في البلاد الغائد القانون ما للتطبيق والأحياء ونرجع للقانون العلم والأدبي يوميا طلعين قانون جديد غيروا الشي ما سواء تطبيق وأحياء بعد يرجعوها علم وأدبي كل ساع قانون والأسئلة هسا المنهج ما للرياضيات ما للثالث أصعب منهج حتى يمكن أصعب من السادس يعني المناهج هسا صارة كل الصعبة كل الصعبة يعني لا مدرس يقدر يشرح الكاهي لا ملزمة تقدر حتى باليوتيوب ما تقدر تفتهمها وإذا افتهمتها مننا تنساها مننا على كثر المواد وعلى صعوبتها الإنجليزي صعب يعني اللغات اللغة ما تدري ما تعرف حتى تحلها السادس هسا السادس مناهجهم كل الصعبة كل الصعبة أرحمونا نحن أبنائكم أرحمونا نحن أبنائكم رحلات ما كوا نقعد بالامتحانات على حالة تشلاب نقعد بالقاع نمتحنه ونطل ورقات المدرس يطلب يطلب متأخر للصف يطلب المدرس ويرفع بي مذكارة شنو السبب سويناه تغيير منهج الرياضيات والضرب خاصة الضرب بالمدارس ومن يجي مشرف ضبوا العصاص فوق المدرسة وان البارحة مدرس طب المشرف طب المشرف ضموا العصاص وبرقة الغياب طلع المشرف فده عليه قال روح جيبه لأمرك وتمتحن فيزياء وكيميا بيوم ما حد بالوزارة ودخول بدرسين وخمس درجات شنو معناتها يا دولة وين حق الطالب وين حق المجتمع